ذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من حدود قطع غزة مع مصر في طار مرحلة أولية من اتفاق وقف إطلاق النار حتى يمكن مواصلة المحادثات قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لموقع أكسيوس أن نتنياهو قبل جزئيا بطلب بايدن الذي ذكره في مكالمة بينهما يوم الأربعاء ووافق على التخلي عن موقع تسيطر عليه القوات الإسرائيلية عند الحدود بين مصر وقطع غزة هذا كما أجرى بايدن اتصالا هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتباحث في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق صراح الرهان حيث التقى المفاوضون في القاهرة لمحاولة التغلب على العقبات المتبقية وقال البيت الأبيض في وصفه للمكالمتين أن بايدن تحدث إلى أمير قطر والرئيس المصري بشكل منفصل لمناقشة الجهود الدبلوماسية لإنهاء وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن جانبها قالت الرئاسة المصرية نسيسي وبايدن أكد خلال الاتصال على أهمية إبداء كل من إسرائيل وحماس مرونة في المفاوضات الرامية إلى التواصل الاتفاق أدواء كد البيت الأبيض تحقيق تقدم في المباحثات التي تستضيفها القاهرة سعيا للتواصل إلى اتفاق هدنة في غزة مضيفا إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي اي اي وليام بيرنز سيشارك فيها وأشار مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للحاجة التي يعمل الطرفان الآن من أجل تنفيذها تم تحقيق تقدم في المباحثات التي تستضيفها القاهرة سعيا للتواصل إلى اتفاق هدنة في غزة هذا ما أعلنه البيت الأبيض مؤكدا ضرورة العمل باتجاه التنفيذ العملية في الحقيقة تمضي قدما بالطريقة التي خططنا لها والمهم الآن أن يشارك الجميع في المحادثات وأن تواصل الأطراف العمل باتجاه التنفيذ وفي الوقت ذاته نفت واشنطن التقارير التي أشارت لانهيار مفاوضات الهدنة الأمور تمضي قدما هناك تقارير صحفية بأن المحادثات على وشك الانهيار لكن ذلك غير دقيق تم التحقيق تقدم على الجانبين الآن الاجتماع والعمل باتجاه التنفيذ تجري جولة المفاوضات الراهنة في القاهرة بوسطة من واشنطن والدوحة والقاهرة بين إسرائيل وحماس بعد جولة مماثلة عقدت في الدوحة الأسبوع الماضي لم تحضرها الحركة وبعد انتهاء جولة شرق أوسطية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من دون أن تؤدي إلى انفراج وقد قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو إنه يصر على تحقيق جميع أهداف الحرب مشددا على أن هذا يتطلب تأمين الحدود الجنوبية لغزة مع مصر ويؤشر ذلك إلى تمسك إسرائيل بإبقاء قوات إسرائيلية في القطع وهو ما ترفضه حماس بشدة بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي وعف جالنت الأوضاع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وخطر التصعيد من جانب إيران ووكلائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط شارع بيان للبنتاجون إلى أن أوستن أبلغ جالنت مواصلة مراقبة واشنطن التخطيط للهجوم من جانب إيران ووكلائها وإنها في وضع جيد في جميع أنحاء المنطقة للدفاع عن إسرائيل وحماية المصالح الأمريكية وفق البيانة كاد أوستن أهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس كما تطرق النقاش إلى الوضع الإنساني في القطاع والحاجة إلى معالجة الانتشار المحتمل للشلل أو لشلل الأطفال أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية للتحقيق مع الإسرائيليين وطلب من القضاة اتخاذ قرار عاجل بشأن إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي من نتنياهو ووزير الدفاع يواف جالند وحث خان القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين إسرائيليين وقادت حماس على اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير واعتبر خان أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات أمر يؤثر سلبا على حقوق الضحايا من لندن ينضم بلينا سيد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأوسط ومضي برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى سيد شينكر أهلا بك معنا بايدن في اتصال هاتفي طلب من نتنياهو انسحابا جزئيا من حدود غزة ووافق نتنياهو بشكل جزئي نتحدث عن الحدود ما بين غزة ومصر البيت الأبيض يتحدث من جانب آخر عن إحراز تقدم في مفاوضات الهدن عن أي تقدم نتحدث في الوقت الذي تحول فيه محور فلادلفيا أو فلادلفي إلى أهم قضية في كل هذا الصراع الآن مساء الخير لك وللمشاهدين أعتقد أن هناك خلاف عالق بشأن محور فلادلفيا مما يفاقم ما قالته إسرائيل عن العثور على حوالي عشرين نفق بين غزة ومصر لتهريب الأسلحة الإسرائيليون يريدون أن يبقوا في محور فلادلفيا وهذا شيء مصر وحماس تعارضانه حماس لأسباب واضحة وهم يعملون على مقترحات لجسر الهوة تحد من عدد القوات الإسرائيلية في ذلك المحور وأيضا لفترة زمنية محددة أعتقد أن هذا هو أفضل ما يمكن أن نحصل عليه هل أمريكا تستطيع إقناع إسرائيل؟ حماس بالنسبة لها هذا غير مقبول مصر المسألة أكثر تعقيدا مصر تقول أن هذا انتهاك لاتفاقية كامب ديفيد ولكن كلنا نعرف أنه كان هناك تعديلات رئيسية على هذه الاتفاقية من ناحية تواجد القوات المصرية في سيناء في آخر عقد من الزمن أعتقد أن بالإمكان الوصول إلى حل توافقي هذه هي النقطة الشائكة الرئيسية طيب بعض التقارير الإعلامية تتحدث عن أن تلك الأنفاق التي وجدها ووجدت فعلا على الحدود ما بين قطاع غزة ومصر هي أنفاق قديمة وهذه الأنفاق بالأساس تم إغلاقها من الجانب المصري هي فعلا وجدت ولكنها مغلقة ماذا لديك من معلومات حول هذا الموضوع؟ لأن نتنياهو يقول أن هذه الأنفاق تستخدم والجانب المصري بعض الوسائل لديه الإعلامية تحدث عن أن هذه الأنفاق فعلا أغلقت منذ أن تولى سيسي قيادة مصر نعم الواضح أن الحل الواضح لهذا هو بالطبع أن يظهر المصريين أن هذه الأنفاق غير مفققة لأنها لم تستعمل منذ فترة طويلة والتأكيد على أنها مغلقة ربما نستطيع أن نضع أجهزة إلكترونية لمنع فقدان الأرواح وفهمي هو أن بعضها لا تزال نشطة بغض النظر عن تعهد مصر في 2015 وقولها أنها دمرتها كلها الواضح يرى في الداخل الإسرائيلي أن قرار نتنياهو بعدم المضي قدما في صفقة إعادة المخطوفين قد يعكس عدم اهتمامه أساسا بالهدنة كيف ترى إدارة بايدن هذا الموقف؟ وما هي أيضا الأدوات الدبلوماسية التي يمكن أن تستخدمها واشنطن للضغط على إسرائيل لتبني نهج أكثر إيجابية نحو الهدنة؟ أعتقد أن هناك الكثير من الناس الذين يقولون أن نتنياهو غير ملتزم بوقف لإطلاق النار وأنه يريد إطالة أمد الحرب والتخلص من أو إضعاف قدرات حماس ولكن البقاء في السلطة وعدم خسارة تحالفه وعدم التوجه إلى المحكمة وربما السجن باتهامات الفساد أو اتهامات جنائية توجه له أعتقد أن من الواضح أنه كان هناك عناد من ناحية تغيير شروط ما هو مطلوب للوصول إلى وقف لإطلاق النار ونظر إليه على أنه متردد في المضي قدما للتوصل إلى اتفاق وهناك أشياء يجب أن تحل بالنسبة لمحور فلاديلفي لأن واضح أنه كانت هناك عمليات تهريب ورأينا ما فعلته حماس في السابع من أكتوبر وقدراتها ويجب أن يكون هناك حل يتجاوز مصر للتأكد من أن هذه الأنفاق والتهريب لا يحدث نعم هناك الكثير من الشكوك في واشنطن بشأن هل نتنياه ملتزم وسمعنا الكثير من الشك في إسرائيل قاصة لدى عائلات الرهائن أنقل لك من واشنطن بوست تقول بعض المسؤولين الإسرائيليين والمصريين والقطريين يقولون أنهم لا يشاركون بلينكين وزير الخارجية الأمريكية ثقته في نتنياهو ماذا نفهم من ذلك؟ أعتقد أن هذا جاء نتيجة لعقود من التجارب مع نتنياهو هناك دول عربية شركاء لإسرائيل وحتى الخصوم الذين تعاملوا مع حكومات إسرائيلية يمينية حكومة شارون مثلا وهم لم يتشاطرون أي أشياء معه ولكن كان هناك درجة من الثقة بمعنى إذا قال شيئا فينفذه سواء كان جيدا أم سيئا وهم لا يتشاطرون في الثقة أو في الصدق لا يثقون في نتنياهو وأن بالإمكان الاعتماد عليه للتوصل للاتفاق والالتزام به نعم هناك الكثير من الشكوك ليس فقط في واشنطن وإنما في الدول العربية خاصة مصر والإمارات ودول أخرى سيد شانكر مع تصاعد التوترات على الجبهة الشمالية أيضا في الضفة الغربية لا نريد أن ننسى ما يجري داخل الضفة الغربية كيف تؤثر هذه التطورات برأيك على جهود الولايات المتحدة الوصول إلى هدنة وهل يمكن فعلا أن تؤدي هذه التحديات المتعددة إلى تغيير في الأولويات الأمريكية لا ننسى أن أوستن كان له مكالمة كما ذكرنا في الخبر ما بينه وبين جالنت طمأنه على أن الانتشار الأمريكي في المنطقة يمكن له أن يوقف أي شيء يهدد أمن إسرائيل نعم سمعنا من إسرائيل وسمعنا من رئيس الموساد ومن وكالات أمنية أخرى أن إجراءات تتخذ من جانب حكومة إسرائيل وأعضاء في تحالف نتنياهو الحكومي بينكفير وسموتريتش وأنهما يزعز عن استقرار الضفة الغربية ويقوضان سيادة القانون في إسرائيل ويهددان بعدم الاستقرار والتشدد والتسبب في التشدد في الضفة الغربية هذا يقلق ليس فقط الكثير في إسرائيل وإنما في المنطقة بأسرها خاصة أيضا في واشنطن هذا له أساس اقتصاديا هناك صعوبات اقتصادية جم أمنيا هناك عمليات أو حكومة إسرائيل تلاحق خلايا حماس عن طريق المسيرات وإجراءات أمنية أخرى وما تحتاجه إسرائيل الآن هو جبهة أو آخر ما تحتاجه هو جبهة جديدة هناك جبهات مع إيران وسوريا والعراق ولبنان واليمن وغزة وسيضيفون جبهة سابعة وهي الضفة الغربية إذا استمروا في هذا النوع من المقاربات غير المثمرة وهم يعرفون ذلك الكثير في إسرائيل وبالتأكيد في واشنطن يعرفون ذلك سؤال الأخير في ظل تركيز الولايات المتحدة أيضا على كسب الوقت حتى الانتخابات المقبلة الوصول إلى هدنة وحل تلك الأزمة في تلك المنطقة كيف يمكن لهذه الاستراتيجية أن تؤثر على جهود التوصل إلى هدنة في غزة وهل تعتقدون أن هناك خيارات أخرى أكثر فعالية يمكن للإدارة الأمريكية أن تتبعها أعتقد أنه قبل أن تصبح الانتخابات العامل الأساسي في السياسات المحلية في واشنطن وقف اطلاق النار كان هو المبادرة الرئيسية الوحيدة التي تعبر عن جهود الإدارة في منع توسع هذه الحرب لتشمل إيران وحزب الله لم يكن هناك أي خيار آخر أو خطة بديلة هذا ما ركزوا عليه وكانوا يأملون أن يؤدي هذا إلى نوع من الترتيبات بين حزب الله وإسرائيل مثل اتفاق 96 أو تفاهمات 96 أنا غير واثق في هذا من هذا ولكن أيضا إيران قد لا ترد عسكريا على القتل المحرج لإسماعيل هنية لو كان هناك وقف لإطلاق النار الإدارة ليس لديها أي خطة أخرى وستتابع هذا الموضوع سواء كانت هناك انتخابات أم لا بالتأكيد هي تريد الوصول إلى نتيجة قبل الانتخابات وهي تعتقد وربما على حق أن حرب رئيسية في الشرق الأوسط ربما لها الفرصة في جذب واشنطن وهذا لن يفيد لن يساعد نائبة الرئيس وحملتها الانتخابية أريد منك تقييم أخير واسمح لي قبل أن أنهي أن أسأل هذا السؤال تقييم أخير لموقف حماس والسنوار من كل ما يجري إن كان بشأن المفاوضات أو حتى الموقف الإيراني تجاه موضوع الانتقام وأيضا الجباة الشمالية والضفة الغربية وما يحدث داخلها ماذا تتوقع؟ ما هو السيناريو الذي تراه أنت إن كان فيه موضوع الصفقة أو المواضيع الميدانية؟ هذه قضايا كثيرة تثيرها الكل يلوم نتنياهو لغياب وقف لإطلاق النار ولكنني أعتقد أن يحيى السنوار هو أيضا غير معني حاليا بوقف لإطلاق النار بغض النظر عن العقاب الذي لحق بحماس وخسارتها وخسارة الشعب أو معاناة الشعب الفلسطيني هدف السنوار هو توسيع دائرة النزاع ليشمل إسرائيل وإيران وحزب الله تذكر في بداية الحرب أن السنوار اشتكى وعلانية من أنه أصيب بخيبة الأمل لأن حزب الله لم ينضم إلى الحرب بطريقة جادة أعتقد حاليا ومع فرص الحرب الإقليمية وأنها فرص كبيرة إلا أن آخر شيء يريده السنوار هو الموافقة على وقف لإطلاق النار بالنسبة لحزب الله أعتقد أنه سيستمر بالطريقة الحالية طريقة العمليات الحالية ضد إسرائيل وهو أيضا سيطالب بالانتقام لاغتيال فؤاد شكر وما سيفعله ربما انتقام إسرائيلي أكثر شدة وهناك الكثير في إسرائيل الذين يقولون إنهم لا يعارضون أي حرب مع حزب الله وأخيرا بالنسبة لإيران أعتقد أن إيران ستنتقم سواء جاء هذا عن طريق إرسال 300 مسيرة وصاروخ إلى إسرائيل أو استهداف سفارة إسرائيلية أو شخصية دبلوماسية في أماكن مثل الأذربيجان هم لن ينسوا انتقامهم وأعتقد أنه في آخر انتقام قاموا به نتيجة لمقتل ضابط كبير في الحرس الثوري في دمشق نظر إلى إيران على أن ردهم كان ضعيفا وكان في الواقع محرجا بالنسبة لهنية قتلة تحت حماية الحرس الثوري وعليها أن تفعل شيئا شكرا جزيلا لك من لندن كنت معنا سيد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجي الأمريكي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط ومدير برنامج السياسة العربية في محاد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى شكرا لك ولي وقتك شكرا شكرا أكد المعبوث الأمريكي للسودان توم بيرييلو نجاح مفاوضات جنيف رغم تفاوت مستوى التجاوب من الأطراف السودانية بيرييلو أعرب عن أمله في أن يؤدي الزخم الدبلوماسي إلى إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الوسطاء في المحادثات جنيف بقيادة الولايات المتحدة يؤكدون الحصول على ضمانات من طرفي الحرب في السودان بسماح بتدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري الحدودي مع الشاد وإحراز تقدم نحو فتح طريق آخر عبر تقاطع سنار الوسطاء حاولوا على مدى عشرة أيام من المحادثات التفاوض على المزيد من المساعدات والحماية للمدنيين الذين يواجهون المجاعة والنزوح الجماعي وانتشار الأمراض وأكد المبعوث الأمريكي للسودان نجاح مفاوضات جنيف رغم تفاوت مستوى التجاوب من الأطراف السودانية معربا عن أمله في أن يؤدي الزخم الدبلوماسي إلى إيصال المساعدات للشعب السوداني ستظل حكوماتنا ملتزما للغاية بإحراز تقدم مستمر في هذه الجهود لذا فقد أتينا إلى هنا لهذا الغرض وقد بنيت هذه المحادثات على أسس تفاهمات جدع بما يتماشى مع اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي ونأمل أن يعطي ذلك زخما للمضي قدما وأن نستمر في البناء عليه ومع ذلك أقرى الوسطاء بأن أي تقدم كان أقل بكثير من الاستجابة المطلوبة لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وفشلت الضغوط الدبلوماسية المكففة في إقناع الجيش بإرسال وفد رسمي إلى محادثات جنيف وقال الوسطاء إن غياب الجيش حد من قدرتهم على إحراز تقدم أكثر جوهرية نحو القضايا الرئيسية خاصة وقف الأعمال العدائية واعترض الجيش على مشاركة الإمارات في المحادثات التي قدمت الدعم المادي لقوات الدعم السريع وفقا لتقارير يقول خبراء الأمم المتحدة إنها موثوقة ونفت الإمارات إرسال أسلحة لقوات الدعم السريع وقال برييلو في مقابلة لاحقة إن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان كان منفتحا على مشاركة الجيش في المحادثات لكن قوى سياسية سلبية للغاية لم يسميها تعيقه ولم تفلح جهود متواصلة بما في ذلك محادثات قادتها السعودية والولايات المتحدة في جدة في التوصل إلى حل لإنهاء الأزمة نناقش هذا الملف بشكل أوسع معنا من تكساس السفير أندرو ناتسيس المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى السودان والأستاذ في كلية بوش للحوكمة في جامعة تكساس A&M ومدير معهد سكوكروفت للشؤون الدولية أهلا بك معي سعادة السفير مفاوضات جنيف هل تراها فعلا نجحت؟ الجيش ليس هناك وقوات الدعم ليس هناك وبالتالي ليست ناجحة المشكلة بالنسبة للمحادثات هي أن كل وقف اطلاق النار السابق تم انتهاكه خلال أيام والمشكلة بالنسبة هنا أن الطرفين وقع اتفاقيات عندما كنت مبعوثا الحكومة السودانية تتفاوض حول أشياء ثم تنتهيكها رأينا وقف اطلاق النار ينجح في عام 2002 عندما كان هناك اتفاق سلام وكان هناك اتفاق ناجح وكان هناك نظام للمراقبة النرويجيين والبريطانيين والأمريكيين كانوا يراقبون والعملية كانت ناجحة وكانت هناك مفاوضات سمحت للجنوب أن ينفصل عن السودان أكثر من مليونين نسمة ماتوا بآخر سنتين كان هناك أكبر أزمة إنسانية في العالم ولا أعتقد أن المجتمع الدولي أولى الأهمية اللازمة لهذه الأزمة إحدى الأشياء التي أعتقد أن عليهم عملها هو جلب الصينيين إلى هذه المفاوضات لأن الصين لها استثمارات كبيرة في البنى التحتية السودانية والتي ألحق النزاع الضرر بها لهم مصلحة في إنهاء النزاع ليس لأسباب إنسانية وإنما لأسباب خاصة بهم أنا أقترح جلب الصينيين ونعرف أن الإيرانيين يزودون قوات الدعم بالأسلحة والمصريون يقدمون الدعم للجيش السوداني لو مصر والإمارات قللت من شحن الأسلحة وأرغمت الطرفين على تنفيذ الاتفاقيات لاختلف الوضع بعض التقارير تشير إلى أن غياب الجيش لم يكن بمحض إرادة إنما هو قد تعرض لضغوط هل تتفق مع هذه الأراءة؟ لا أعرف ما يجري داخل قيادة الجيش السوداني سمعنا أنه كان هناك انقسام بين الأجنحة المختلفة مما أثر على القدرة على التفاوض والبشير كان أكثر قوة من البرهان من ناحية التنفيذ ما يوافق عليه لا أستطيع أو لا أعرف ماذا يجري عدم التوافق سيد ناتسيس ألا يعكس حالة من البلبلة وهذا الانقسام لو كان كما تذكر أن هناك عدم توافق ما بين مختلف قطاعات الجيش ألا يعطي ذلك نذير خطر بالنسبة لهذه الهيكلية لهذا الجهاز الهام في الدولة وما التدعيات هذا الانقسام نعم والسؤال اللاعبين الخارجيين الولايات المتحدة والأوروبيين والاتحاد الإفريقي وإيجاد من الصعب تغيير الواقع عندما يكون هناك انقسام في السلطة كل الأطراف تستخدم الطعام أو الغذاء كسلاح وهناك تاريخ لاستعمال الغذاء كسلاح فقد قتل أناس أكثر في فترة قصيرة من الزمن سيد بيريولو قال غياب الجيش أعاق إحراس تقدم أكبر في القضايا الجوهرية ولكن في ذات الوقت تم التوصل الاتفاق في إدخال المساعدات إذن للسودانيين بشكل عام كيف يمكن الربط ما بين التصريحين أعتقد أن المصريين لديهم نفوذ أكبر على الجيش السوداني ربما أكثر من أي لعب آخر يجب التركيز على وزارة الخارجية المصرية والرئيس ليتدخل لدى البرهان وإرغامه على المشاركة في المحادثات أشكرك جزيلا الشكر من تكساس كنت معنا السفير أندرو نايتس عفوا المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى السودان والأستاذ في كلية بوشلي الحوكمة في جامعة تكساس ومدير معهد سكوكروفت للشؤون الدولية شكرا لك ولي وقتك شكرا قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال اتصال مع نظيره الأوكراني فلودرمير زيلنسكي وقال البيت الأبيض في بيان أن بايدن أكد لزيلنسكي دعم الولايات المتحدة الثابت لشعب أوكرانيا في حربها مع روسيا وفق البيان ستشمل حزمة المساعدات صواريخ دفاع جوي ومعدات مضادة للطائرات دون طيار وصواريخ مضادة للدروع والدخيرة فرض تزالة الخارجية الأمريكية عقوبات على أكثر من 400 كيان وشخص لدعمهم جهود الحرب الروسية في أوكرانيا بما في ذلك شركات صينية يعتقد أو يعتقد مسؤولون أمريكيون أنها تساعد موسكو في تجنب العقوبات الغربية وبناء جيشها تشمل العقوبات إجراءات ضد شركات في الصين تشارك في شحن أدوات وآلات وإلكترونيات دقيقة إلى روسيا وفقا لبيان حقائق أصدرته الخارجية الأمريكية من جلبها قالت وزارة الخزانة الأمريكية أنها استهدفت أيضا الشبكات العابرة للحدود الوطنية والمتورطة في شراء الزخيرة وغير ذلك من المواد لروسيا ومساعدت الأوليغرشيين الروس وغيرهم على التهرب من العقوبات وغسل الذهب لشركة خاضعة للعقوبات يزور مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان الصين من السابع والعشرين حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري لإجراء محادثات مع وزير الخارجي الصيني وانجي وأكد مسؤول أمريكي أن سوليفان سيتطرق خلال الاجتماع إلى الضغوط العسكرية التي تمارسها الصين على التعوان وكذلك دعم بكين العسكري لموسكو التي تواصل حربها في أوكرانيا يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان إلى الصين حيث يهدف بايدن إلى زيادة تركيزه على السياسة الخارجية في الأشهر الأخيرة له في منصبه وحسب مصادر مطلعة في الإدارة الأمريكية فأن سوليفان سيتوجه إلى بكين الأسبوع المقبل في زيارة ستمتد لثلاثة أيام سيلتقي خلالها بوزير الخارجية الصيني وانجي لمناقشة عدة قضايا تتراوح من تايوان إلى الحرب في أوكرانيا وذكر موقع أكسيوس في وقت سابق أنه من المتوقع أن يضع السوليفان وي الأساس لاجتماعا محتمل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني تشي جي بين في وقت لاحق هذا العام لمتابعة قمتهم في كاليفورنيا في نوفمبر الماضي وفي هذا السياق وصف مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بأنها أهم علاقة ثنائية في العالم في الوقت الحالي وأن واشنطن تواصل محاولاتها لإدارة هذه العلاقة بطريقة تتفق مع أولويات أمنها القومي كما ذكرت عدة تقارير أن سوليفان سيدفع خلال لقائه بالمسؤولين الصينيين من أجل السئناف المحادثات العسكرية بين البلدين وكذلك سيعبر عن القلق الأمريكي بشأن الضغوط العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية المتزايدة للصين على تايوان هذا بالإضافة إلى مسألة دعم الصين العسكري لروسيا التي تواصل عدوانها على أوكرانيا كما أن الجانب الأمريكي يتطلع إلى الاستماع للتقييم الصين للوضع في الشرق الأوسط حيث يختلف الجانبين في النهج ولكن هناك مخاوف مشتركة بشأن عدم الاستقرار وتأتي زيارة سوريفان المرتقبة في الوقت الذي يتعهد فيه المرشحان الذين يتطلعان لخلافة بايدن كما لا هارس ودونالد ترامب بتنفيذ سياسات صارمة تجاه الصين أعلن المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور تعليق نشاطات حملته الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة ودعمه للمرشح الجمهوري دونالد ترامب غير أن كينيدي أوضح من ولاية أريزونا أنه لم ينهي مسعه رسميا وأن أنصاره يمكنهم الاستمرار في دعمه في غالبية الولايات التي من غير المرشح أن يؤثر فيها على النتيجة أريد أن يعلم الجميع أنني لا أنهي حملتي الانتخابية أنا ببساطة أعلقها سيظل اسمي على ورقة الاقتراع في معظم الولايات إذا كنت تعيش في ولاية ديمقراطية فيمكنك التصويت لي دون الإضرار بالرئيس ترامب أو نائبة الرئيس هاريس أو مساعدتهما والأمر نفسه ينطبق في الولايات الجمهورية إنني أشجعكم على التصويت لي في حوالي عشر ولايات متأرجحة حيث سيكون وجود مذرا سأحذف اسمي وقد بدأت بالفعل هذه العملية وأحث الناخبين على عدم التصويت لي إنني أعلن تعليق نشاطات حملتي ويحدون شعور بالنصر وليس بالهزيمة تنظم إلينا هنا في الستيديو وفاء إجباعي مراسلة الحرة أهلا بك وفاء تصريحات روبرت كينيدي جونيور لربما تخلق بعض اللغة لدى البعض هل هو انسحب هل هو علق ماذا يعني علق وماذا يعني انسحاب ماذا نفهم من هذه التصريحات هو يريد أن يستمر في هذه الحملة يعلم أنه لن يكون هناك أي فرصة له في الوصول إلى البيت الأبيض ولكنه أيضا لا يريد أن يضر بالمرشحين الآخرين تحديدا الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعلن أنه سيدعمه بل دعا مراصره إلى دعم الرئيس السابق دونالد ترامب هو تحديدا سحب اسمه أو باشر بإجراءات سحب اسمه من لوائح الانتخابات في بعض الولايات المهمة نتحدث عن تقريبا عشر ولايات من المنتظر أن تشهد سباقات انتخابية محمومة حيث بضعة ألاف من الأصوات قد تحدث فرق نتذكر في ولايات مثل بنسلفينيا وأخرى كان هناك عادة انتظار حتى اللحظات الأخيرة لأن بضع ألاف من الأصوات تحدث فرق وبالتالي لا يتمتع بقاعدة شعبية واسعة بعض استطلاعات الرأي أعطته 2 إلى 4 بالمئة ولكن هذه الأصوات قد تغير أو تغير مسار نتيجة الانتخابات ومن هنا أهمية هذه الخطوة من قبل روبرت كيندي جونيور وبالفعل كما استمعنا إلى الرئيس السابق دونالد ترامب هو رحب بهذه الخطوة بل كان وعد بأن كيندي جونيور قد يكون له موقع ما في إدارته المقبلة إذا وصل إلى البيت الأبيض وأيضا كان هناك تخوف وقلق سابق من حملة ترامب منذ بداية حملة كيندي بأنها تستقطب أصوات يجب أن تذهب إلى ترامب خصوصا أن حملته شددت على نظريات المؤامرة على معارضة اللقاحات وهذه قضايا ترامب يؤيدها بشدة توافق على ترامب وحملة ترامب بما أننا نتحدث عن الانتخابات دعينا نعلق قليلا على ما جرى يوم أمس كلمة تارس لقبول ترشيح الحزب الديمقراطي في يومهم الختام المؤتمر الوطني الحزب الديمقراطي بالتأكيد كان لها أصداء ماذا قرأت من أصداء تحديدا لدى الجمهوريين الذين بالتأكيد كانوا يتابعون ولكن من زاوية أخرى لهذا المؤتمر نعم طبعا الموقف الجمهوري واضح هناك انتقادات لادعة لشخص المرشحة الديمقراطية وأيضا لسياساتها لنهجها لأجندتها ولكن الأهم هو أن تحافظ هاريس على الزخم الذي حاضيت به على مدى أيام المؤتمر الأربعة وأخيرا خلال خطابها الذي وصف بأنه تاريخي كان حيوي جدا أظهرت عن حيوية كانت طبيعية وهي معتادة على أن تكون بهذه القوة معتادة على الترافع في المحاكم جزء من عملها السابق وبالتالي هي مطالبة الآن بالمحافظة على هذا الزخم عادة ما يتمتع المرشحون بزخم خلال وبعد المؤتمر بأيام قليلة ولكن العمل الصعب يبدأ الآن على الاستمارية نعم أن تستقطب الشباب أن تستقطب النساء أن تحافظ على تقدمها لدى فئات أو انتخابية مثل الأمريكيين من أصول إفريقية الأمريكيين من أصول لاتينية أن تركز وأن تظهر عمق أجندتها يعني لا يكفي أن نقول بأنني سأضع الطبقة الوسطى في صلب اهتماماتي أن أعمل لحل مسألة أو ملف الهجرة والحدود والمساكن تأمين المساكن بقيمة منخفضة الإجهاد والصحة الإنجابية عليها أن تظهر للأمريكيين كيف ستفعل ذلك ما هي الخطط التي ستتبناها وما الذي ستحافظ عليه من إرث الرئيس بايدن وما الذي ستجلبه إلى هي كاملة هاريس لهذه الانتخابات وأيضا للسنوات المقبلة إذا نجحت بالغصول إلى البيت الأبيض دائما الجمهوريون في هذه المرحلة يستخدمون جملة ما أنت الآن متواجدة في إدارة بايدن لماذا لا تفعل ولم تحقق أي من هذه الوعود وكان لديك فرصة على مدى السنوات الماضية لفعل ذلك شكرا لك وسعيد جدا بوجودك معنا هنا في الأستوديو شكرا لحبولك شكرا ذكرت تقارير الإعلامية الأمريكية أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي منح عملائه إجازة بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب أوضح التقارير الإعلامية أن ما لا يقل عن خمسة من أفراد الخدمة السرية متورطين في تلك ثغرة الأمنية بمن فيهم رئيس مكتب الخدمة السرية في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفينيا قد تم منحه إجازة أو منحهم إجازة خضعت الإجراءات الأمنية في الجمع الانتخابي لترامب بمنطقة باتلر في بنسلفينيا للتدقيق وسط تساؤلات بشأن كيفية تمكن المشتبه به من الوصول إلى سطح قريب مع خط رؤية مباشر إلى المكان الذي كان يتحدث فيه ترامب قالت شركة ميتا أنها رصدت محاولات اختراق محتملة لحسابات مسؤولين أمريكيين من إدارتي الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب على واتساب وتهمت الشركة مجموعة قراصنة إيرانية قيل إنها اخترقت حملة ترامب في وقت سابق من هذا الشهر ورجعت ميتا هذا النشاط إلى مجموعة اي بي تي اثنين واربعين وهي مجموعة مجموعة قراصنة أو قرصنة يعتقد على نطاق واسع أنها مرتبطة بقسم استخبارات داخل الجيش الإيراني يعرف عنها أنها تضع برامج مراقبة على الهواتف المحمولة لضحاياها أربع عدد من الشبان المشاركين في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو عن تطلعاتهم إلى إدارة جديدة تتفاهم جيلهم وتعبر عن أفكارهم وبرامجهم مؤكدين دعمهم للمرشح للرئاسة كاميل هاريس واستعدادهم لمساعدتها في الوصول إلى البيت الأبيض أنا هنا اليوم من أجل تسليم المشعل لجيل جديد من السياسيين الأمريكيين هذه العبارات قالها الرئيس الحالي جو بايدن بعد أن انسحب من السباق الرئاسي وقالها خلال اليوم الأول من أشغال المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي شهد عدد لا يستهان به من المندوبين الشباب وأيضا جيش من المتطوعين الشباب الذين ساعدوا في تنظيم هذا المؤتمر للحزب الوطني الديمقراطي الذي نتج عنه تتويج كامالا هاريس ورشحة رسمية للحزب الديمقراطي هنا في أمريكا أعتقد أنه من المهم للغاية أن نرى أنه لدينا جيلا جديدا يتقدم للأمام لقد أنجز الرئيس بايدن عملا رائعا ولكننا بحاجة إلى جيل جديد يشبهنا أعتقد أن الأجواء حماسية وأعتقد أن الترشيح كامالا هاريس قد ساهم حقا في تنشيط الأجيال الشابة بشكل خاص بمجرد التجول في المؤتمر هناك العديد من الشبان المتحمسين والمستعدين للتطوع لمساعدتها هؤلاء الشباب شاركوا بالعشرات في أشغال المؤتمر الوطني الديمقراطي كمندوبين سواء داخل القاعة أو خارج القاعة على مدى أربعة أيام في شكل اجتماعات هامشية نظمت في هذا المؤتمر خلال هذه الاجتماعات تم مناقشة رسم السياسة الداخلية الفيدرالية للولايات المتحدة على المستوى الحزب الديمقراطي ولكن أيضا تمت مناقشة كيف يجب أن يتعامل الحزب الديمقراطي مع مستجدات الساحة الدولية خلال الإدارة المستقبلية وعلى ذكر السياسة الدولية تم الحديث كثيرا عن كيفية التعامل مع ملف الشرق الأوسط هذا الملف الشائك داخل الحزب الديمقراطي وعلى ذكر هذا الملف فقد نظم العديد من الشباب وقفات احتجاجية خارج قاعات المؤتمر أي نطالبوا بضرورة وقف إطلاق النار دائم بين إسرائيل وغزة ولكن أيضا طالبوا بضرورة أن تتوقف الولايات المتحدة والإدارة الديمقراطية المستقبلية في حال فوزها في الانتخابات ضرورة وقف الدعم العسكري لإسرائيل من مقر المؤتمر الوطني الديمقراطي بشيكاغو ريدا بشفرة الحرة مشاهدين الآن نصحبكم في جولة معالم الصحافة الأمريكية وما نشرته من ردود فعل على اختتام مؤتمر الوطني الديمقراطي أمس في مدينة شيكاغو فاديا سليم طلعت على مختلف الصحف وجمعت عدد من المقالات تستعرضها لنا تفضلي فاتيو شكرا لك يوسف أهلا وسهلا بكم مشاهدين سنبدأ الجولة اليوم في الصحافة الأمريكية بمقال في صحيفة نيويوك تايمز يقول عنوان هذا المقال هاريس تواجه تحدي ترجمة فرحة المؤتمر إلى زخم في الخريف يقول هذا المقال إن السؤال بالنسبة للديمقراطيين الآن يتعلق بما إذا كانوا يستطيعون تحويل الزخم الذي شعروا به في المؤتمر إلى طاقة مستدامة تمتد إلى يوم الانتخابات في نوفمبر المقال تطرق أيضا إلى دور نائبة الرئيس كامالا هاريس في حجد جهود الديمقراطيين ورفع معنوياتهم وتعزيز تفاؤلهم لتحقيق الانتصار لكن المقال حذر من معركة شرسة تنتظر هاريس بمواجهة خصمها الجمهوري سننتقل إلى صحيفة ووستريت جورنال ومقال بعنوان كامالا هاريس تحدد التوجه الطبيعي الجديد للديمقراطيين تقول الصحيفة إن خطاب هاريس في المؤتمر كان بسيطا وبلا مبالغات وأضافت ووستريت جورنال بأن وجودها هناك بحد ذاته كان نتيجة للحظة غير مسبوقة لضجيج سياسي رفعها إلى قمة هارمي حزبها بعد خروج الرئيس من الصباق في الدقيقة الأخيرة وأوضح المقال أن ما حدث كان تغيرا مفاجئا في الحظوظ السياسية حيث قامت هاريس بإحياء أمال الحزب وتقدمت على منافسها الجمهوري قليلا سنبقى مع ووستريت جورنال ومقال آخر بعنوان كيف ستحكم كامال هاريس تطرق هذا المقال لأجندة الرئيس جو بايدن الطموحة وكيف أن ولايته شهدت إنفاق تريليونات الدولارات على الكثير من الأفكار الجريئة للديمقراطيين وبين المقال أن هاريس تحاول وضع أجندة تطابق أجندة بايدن لكن ضمن واقع مختلف قليلا خصوصا إذا شهد الكونغرس انقساما أو كان تحت سيطرة الجمهوريين سنختم الجولة اليوم بمقال في صحيفة واشنطن بوست عنوان هذا المقال كامالا هاريس وضعت ترامب في صندوق وهو يكافح للخروج منها يقول المقال أن ترامب لم يشهد شيئا كالذي شهده في الأشهر الأخيرة بعد أن دفعته هاريس لنقاش ما يجري في البلاد وحرمته من أضواء الشهرة التي يسعى لها دائما وأضافت واشنطن بوست أن خطاب هاريس في ختام المؤتمر الديمقراطي صمم ليضع على قمة موجة غيرت ملامح الانتخابات الرئاسية ووضع ترامب في صندوق لا يبدو أنه يعلم كيف يخرج منه وفق هذا المقال كان هذا أبرز ما جاء في الصحافة الأمريكية بشأن ختام المؤتمر الوطني الديمقراطي وعودة ليوسف شهدت أسعار الأسهم الأمريكية ارتفاعات متباينة في تداولات الجمعة إثر تصريحات لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيرون باول عبر فيها عن ثقته في أن المعركة قد ضد التضخم في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح قال باول في خطاب الرئيسي في ندوة جاكسون هول الاقتصادية في ولاية وامينغ الأمريكية أن التضخم يتراجع بنسبة 2% التي يستهدفها البنك الاحتياطي تصريحات تصريحات إيجابية حول التضخم لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيرون باول انعكست بصورة فورية على أداء الأسهم التي سجلت ارتفاعات متفاوتة في أول جلسات للتداول بعد تصريحات باول واقتربت الأسهم الأمريكية من مسوياتها القياسية إثر إعلان باول بأن الوقت قد حان لخفض سعر الفائدة الرئيسي من أعلى مستو له في عقدين من الزمان فيما يتجه التضخم نحو نسبة 2% التي يستهدفها البنك ساعدت سياستنا النقضية التقييدية في استعادة التوازن بين العرض والطلب الكليين وتخفيف الضغوط التضخمية وضمان بقاء توقعات تضخم راسخة بشكل جيد أصبح تضخم الآن أخرب كثيرا إلى هدفنا حيث ارتفعت الأسعار بنسبة النقطتين ونصف النقطة المئوية على مدى الأشهر الاثناء عشر الماضية بعد توقف في وقت سابق من هذا العام استؤنف التقدم نحو هدفنا البالغ 2% ومع تباطئ التضخم منذ بلوغ ذروته فوق 9% قبل صيفين وإظهار الاقتصاد الأمريكي ضغوطا من ثقة لأسعار الفائدة المرتفعة لم يعد التساؤل متى سيخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ذا أهمية أمام تساؤل آخر وهو إلى أي مدى وبأي سرعة سينتهي به الأمر إلى خفض أسعار الفائدة ويرى اقتصاديون أن الخطر يتمثل في أن المتداولين بنوا توقعات مرتفعة للغاية مع احتمال كبير بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائد الرئيسي بمقدار نقطة مئوية واحدة بحلول النهاية العامة فإن هذا يتطلب من الاحتياطي الفيدرالي أن يتجاوز التحرك التقليدي بربع نقطة مئوية مرة واحدة على الأقل في اجتماعاته الثلاثة المتبقية لهذا العام رفع تلايات أمريكية يقودها الجمهوريون دعوة قضائية لوقف خطة الرئيس جو بايدن لإنهاء برنامج فيدرالي يمكن أو يمكن أن يمنح ما يقرب من نصف مليون مهاجر دون وضع قانوني ومتزوجين من مواطنين أمريكيين مسارا للحصول على الجنسية دعوة قضائية جديدة رفعتها الجمعة 16 ولاية أمريكية يقودها الجمهوريون ضد إدارة الرئيس جو بايدن بشأن برنامج جديد يقدم مسارا للحصول على الجنسية الأمريكية لما يقرب من نصف مليون من المهاجرين غير الشرعيين المتزوجين من مواطنين أمريكيين بالإضافة إلى حوالي خمسين ألفا من أطفالهم قالت فيها إن إدارة بايدن تجاوزت الكونغرس لإنشاء مسار للحصول على الجنسية لأغراض سياسية حسب تعبيرها وتتهم الدعوة المرفوعة ضد وزارة الأمن الداخلي ووزيرها أليخاندرو مايوركاس ومسؤولين آخرين في إدارة بايدن بمحاولة الإفراج المشروط عن الأزواج بشكل جماعي وهو ما تزعم الولايات المدعية أنه إساءة استخدام للسلطة وانتهاك للدستور وبموجب البرنامج الجديد الذي بدأ في تلقي الطلبات قبل بضعة أيام والذي يعد مثيرا للجدل في عام يشهد انتخابات رئاسية تعد الهجرة واحدة من أهم القضايا فيها يمكن للعديد من الأزواج ممن هم بدون وضع قانوني التقدم بطلب للحصول على ما يسمى الإفراج المشروط في المكان ما يمنحهم الإذن بالبقاء في الولايات المتحدة ضمن شروط منها أن يكونوا قد عاشوا بشكل مستمر في البلاد لمدة عشر سنوات على الأقل وأن يكونوا متزوجين من مواطن أمريكي بحلول السابع عشر من يونيو وهو اليوم السابق للإعلان عن البرنامج تمهيدا للتقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء قبل حصولهم على الجنسية الأمريكية رفضت كل من الولايات المتحدة والأرجنتين وكوستاريكا والشيلي والإيقوادور وغواتمالا وباناما وبراكوي وأيضا البيرو والدومينيكان والأوركوي مصادقة المحكمة العليا في فنزويلا على إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو لولاية جديدة أتبرت تلك الدول في بيان مشترك أن المحكمة لا تتمتع باستقلالية وحيادية في ظل شبهات تزوير شابت الانتخابات ورفض المعارضة الفنزويلية ودول أخرى للنتائج واجه المصطفون على شاطئ سانك كارلوس في مدينة منتير بولاية كاليفورنيا ظاهرة بيئية غريبة واجههها تمثلت في احتشاد المئات من فقمات البحر على الشاطئ على نحو غير مسبوق ورغم إغلاق الشاطئ من قبل السلطات فقد أثارت حشود تلك الثديات البحرية اهتمام السائحين الذين دفعهم الفضول البقاء على مقربة من الشاطئ لمراقبة تلك الكائنات الطريفة ظاهرة بيئية غريبة فجأت المصطفين بسواحل كاليفورنيا فقد احتلت المئات من الفقمات شاطئ سان كارلوس في مدينة منتيري ما دفع المسؤولين المحليين إلى إغلاق المنطقة أمام الناس إنهم صاخبون للغاية إنه أقرب ما يكون إلى مؤتمر لفقمات البحر بغض النظر عن انتماءاتهم فهم يرغبون في قول شيء ما وقد تم وضع شريط تحذيري لكن الحشود لا تزال تستمتع بمشهد حشود الفقمات المنتشرة على الشاطئ والتقاط الصور لهم أثناء استراحتهم على الرمال وفي الماء لكن المتطوعين في برنامج حماية الكائنات البحرية بخليج مونتري يشددون على ضرورة عدم مضايقة الفقمات على الناس أن يدركوا أن الفقمات محمية بموجب قانون حماية الثديات البحرية وهذا يعني أنه إذا قمت بأي تصرف يؤدي إلى تغيير أنماط سلوكهم فإنك تكون قد خلفت القانون والآن تكمن المشكلة الكبرى في ضربهم أو إلقاء الحجارة عليهم ولكن حتى الاقتراب الشديد والتسبب في هروبهم يعد انتهاكاً للقانون ويرى فريق من العاملين في المحميات البحرية في كاليفورنيا أن احتشاد الفقمات على شاطئ سان كارلوس قد يكون بدافع البحث عن التنوع في إمدادات الغذاء في النظام البيئي لهذا الساحل وعليه من المتوقع أن تظل الفقمات على شاطئ سان كارلوس لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع